أهلا بكم أضحط أزمة الطاقة وتدعياتها الشغل الشاغل لكل البلدان في أوروبا حيث تسعى الدول لتوفير احتياجاتها وتعظيم مخزوناتها من الغاز الطبيعي لسيما مع اقتراب فصل الشتاء ألمانيا الأكثر اعتمادا على واردات الغاز الروسية أكدت على لسان المستشار أوليف شولتس أنها وأوروبا تستعدان لمواجهة التدعيات حال قرارت روسيا وقف شحنات الغاز تماما مضيفا أن برلين أقامت محطاتنا على السحل الشمالي لألمانيا لاستيراد الغاز المسال فضلا عن إمكانية تشغيل متبقى من محطات الطاقة النووية بجنوب ألمانيا إذا لازم الأمر مطلع العام القادم أوكرانيا الترف الواقع في قلب الأزمة أعلنت أنها تجري مفاوضات بشأن تقصيص مليار وخمسمائة مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لشراء الغاز وتعتزم كياب قبيل حلول موسم التدفئة تجميع 19 مليار متر مكعب من الغاز في مستودعات تحت الأرض ما يعني ضرورة توفير نفقات إضافية قدرها 8 مليارات دولار من جانبها لجأت بولندا إلى الطاقة النووية حيث وفقت كياب على تزويد وارسو بالطاقة من محطة خليمينيسكي للطاقة النووية ومن شأن تلك الخطوة تمكين بولندا من خفض كمية الطاقة التي تقوم بتوليدها باستخدام المحطات التي تعمل بالفحم وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة في السياق ذاته وقعت اليونان مذكرة تفاهم مع إيطاليا لتخزين الغاز الطبيعي لدى روما حيث تغطي الاتفاقية واحد ونصف اتراوات في الساعة من الغاز الطبيعي والذي يمكن نقله إلى اليونان عبر التدفقات العكسية في إجراء يهدف لتأمين الإمدادات إذا تعطلت التدفقات الروسية وذلك بسبب عدم امتلاك اليونان لأي منشآت لتخزين الغاز استونيا ولادفيا من جهتهما اتفقتا على تعزيز الأمن والتعاون المشترك من أجل وقف الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة حيث أشارت الدولتان إلى أن الأولوية هي إيجاد خيارات بديلة لإمدادات الغاز الطبيعي من خلال محطات الغاز الطبيعي المسال وتطوير الطاقة المتجددة بجانب وضع قطط لاستكمال تزامن شبكات الكهرباء مع البر الرئيسي في أوروبا بحلول عام عشرين خمسة وعشرين بدورها أعلنت مولدوفا تقصيص مبالغ مالية من المنح الغربية للسكان من أجل تعويضهم عن ارتفاع أسعار الغاز حيث تلقت مولدوفا خمسة وسبعين مليون يورو من الاتحاد الأوروبي كما أوضحت عزمها خفض استهلاك الغاز في الشتاء بنسبة خمسة عشر بالمئة على الأقل مع تأكيد البحث عن مصادر طاقة بديلة مشاهدين كان هذا عرض مجازا لأبرز تطورات أزمة الطاقة في أوروبا وإجراءات الدول المختلفة لمواجهة تلك الأزمة شكرا للمتابعة